حدثنا يونس بن محمد أخبرنا عمرو بن كثير المكي قال سألت عبد الرحمن بن كيسان مولى خالدي بن أسيد قلت ألا تحدثني عن أبيك فقال ما سألتني فقال حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المطابخ حتى آت البئر وهو متزر بإزار ليس عليه رداء فرأى عند البئر عبيدا يصلون فحل الإزار وتوشح به وصلى ركعتين لا أدري الظهر أو العصر حنا حمد بن خالد الخياط حدثنا عمرو بن كثير بن أفلح عن عبد الرحمن بن كيسان قال سألت أبي كيسان ما أدركت من النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يصلي عند البئر العليا ببئر بني مطيع ملببا في ثوب الظهر أو العصر فصلىها ركعتين العصر الفيحة العصر العصر ترجمة نانسي قنقر